حاسي حالي رحجن يا بنات شو زاوي؟ بدل ما روح لما حلو رفع عن حالي بهم بعزل وبتعزب معكون بدي شوكولات؟ شي طيب مو عود هيك عم عزل متل لفايات شوكولات قلتيلي؟ خراسي؟ هلأ بتسمعك إمك مو ناقصنا منكون بشي ما نصير بشي تاني أنسي حيات خليكي ساكتي معليش؟ تركي يا مو ناقصها بنوب برأيي إمك لازم عن جد يحطوها بشي سجن مشان تعزب المساجين ما بعرف أصلا كيف بدنا نقضي الفترة اللي بدا تقعدها معنا بس الغضب والحقد والزعل بدي تنسوهن وأنتو عم تنطفوا البيت وبهالطريقة بترتاحوا أسيرة عم تحكي صح؟ إذا في حدا بتكرهوه تخيلوه هلأ هو موجود قدامكم وضربوه كرام كرام إي صح؟ برافو بيسان لا تضلي كتير مأهورة ولا تخلي لا زعل ولا شي دايقك قضربي وقت لي قد ما فيكي عن هيك بتاقدي بتاديي كرام عن جد والله إنو هالفكرة هي بتجنيل شو موراد صار صلماس راسك هذا بدي كسرو فهمت؟ بديمحيك عن وش الأرض أنت مين بفكر حلق و لاك؟ شوف لالك يلي إدامك حياة أوزون فهمات؟ بديفع مون بدك تهرب مني؟ أنا أصلا بذكرهك ومبحبك أبدا أنت واحد ما عندك حياة غالجسي وما لك أمان قديش عمرك انت ويا هلا انا تسعة وعشرين وانور هلا سكوت ما تجاوب عن اخوك انت مو عيب عليك انت ويا بعد كل هالعمر ما بتعرفوا شي بكرا بس تجوزوا انتو بس بدي افهم شو رح اتعملوا والحاكي ايه لك مراد اكتر شي شو كأنك ما سمعتني ليش عم تقولي هيك انا شو ساويت تتا لأنك ما بتشتغل بنوب بالحديقة خد هشة ثلاثة وزرعة محلة وصقية ولا تنسى كمان تنظف العشب ايه بس ستي هذا الشغل في له مختصين صح نحنا ما منفهم بهالشغل بنوب قام تمزح شو قصدك بهالحكي الزلمة الحقيقي بيشتغل بكل شي وبساعد مرته بكل شغلة مشان ما يبين قدامها غبي وما بيفهم بشي من امور الحياة يعني الرجال الحقيقي بيشتغل بالبيت كمان وبس يطلع من البيت بيتصرف الطريقة مهزبة وبيحترموا الناس وبيقدروا الكل ايه متى بده تخلص حكي انا مليه تقلفت كتاب كامل عن الرجال المثالي بدقية لا تتهامسوا احكوا بصوت عالي يلا تتين احنا بصراحة سكوت ما بدي اسمع ولا كلمة لتخلص كل يلي بايدك اه عم تفكروا بالهريبة هلا مو هيكي قلبي ايه ما حزرتوا بنوب ولازم تعرفوا شغلي اذا بهاي الفترة ما تجوزتوا فرحتوا قلبي بدكن تضلوا تشتغلوا بالجنينة اشتغل يلا انت ويا بلا كسل خفوا ايدكن شوي تعرف بشرفي انه النسوان كله متل بعضا كربونة متل ستك ما بيفرقوا شي عنا وقت بيجنوا ما بيعرفوا حدا ما فهمت عليك مورا لا تكون بتقصد حدا تاني غير ستك عن مين هذا الحكي كله انت ما دخلك اشتغل لشوف لا تعمل حالك زكي يلا اشتغل خد على هالشغل اللي مبالينا فيه هلأ كل رجال متل بعض ما عندهم شعور في شي مره عقلي الانانية هي الرجال قوعك تفكر في مره بريئة ابدا نفس النسخ كلهم ما لهم علاقة نهائيا بالاخلاق والحقد بيستخرج منهم وكذابين فوقه ما تصدق واحدة ست لانه بتكذب لتوصل للي بديا ونحن الجدبان منصدقهم ما في مره بالعالم منيحة حتى لو بيينتلك اشي واقنعتك بتفكري انه بيحباك وميات فيك وبدو ياكي وبعدين بتشوفيه يتغير معاك ليش؟ لانه نحن الحق علينا جدوا بقتوا منحبوا نقين حرقوا؟ على فكرة مثل هدول همي بيطلعوا لك بيهدوء وبيخربوا لك حياتك وبيقلبوا لك ياها وبعدين بيضلوا هيك شوي شوي لتستسلم بقى هو وقت العواب بسلامتك ليك فيك تتعرف على بنات أنور بس تتسلى معهم طلعوا وفوتوا وعزائم يعني حكي بلا طعمي بس حط ببالك أنك قوعد تحب لأنه عن جد رح تتعب خليوني بعاد البنتي اللي بتفهم ما بتحب حدب نوب لأنه ما في شاب بيستاهل تتعذب من شانو حتى إذا كانت هي متأكدة من حبه تشيله لقلبه وتكبه خلص من اليوم ورايح أنا ما عد رح أب حدب بالمرة يا بنات بدياكن تشهدوا لو شو ما صار معي مستحيل أني استسلم نقطة وانتهى برافو عليك يا حياتك يا عيني شاطرة نحنا وراكي أنوار شو رأيك تخلص اللي بإيدك وتجي تساعدني بقى طول بالك شوي بس خمس دقايق تركني والله هالمراد ما عنده مزح بالمرة كل شي بياخده عن جد رعبتيني ستة أخوك عم يشتغل في شي مهم سرية شو أحمل جبرتوني على هالشي سمع هلأ أخوك هذا مظبوط كان عم بيقوله ولا كذب قل له علاقة بهالبنت ولا لا أحكي له شوف لك ابني أكيد أنا ما عم كذب عليكي معقول مو مصدقتيني أنا من شوي حكيتلك كل شي اه فهمنا أنك قلتلي طيب طالما الموضوع جدي ومراد بحبه ليش معامير ضيقول كل شي مو معقولة والله وعلقت يا مراد ستك كريمة بتضدل وراك لحد تجاوزك اه قل لي بسرعة انت بشو هم تفكر اه؟ بشو ما بدك بس أنا لو محلك كنت تأكدت بطريقتي الخاصة على فكرة اه يعني اسأل العروس قصدك مو؟ اي بالظبط طالما انت بدك تعرفي كل شي هلأ منسحب العروس لعنا وبتعدوا وبتحكوا بتشوفي وابتشوفك امي كمان مانا موجودة هون يعني برأيك الوضع مناسي اه؟ بس بجوز مراد يزعل وما يزعمحني على هالعملة لك انت كريمة صارصال ما زعلها سنه رمح معقولة خافي من هادا الولد الفصعون مو عب هادا الحكي ستي ايه انا ما عم بعمل شي غلط ابدا طبعاً بصورك ايه sorry هربما